السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم الدرس الجديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن opposite إذن العكوس يعني الكلمة وعكسها مثل باللغة العربية أبيض أسود كبير صغير أيضا باللغة الإنجليزية لدينا الكلمة وعكسها لدينا نوعين من العكوس ممكن الكلمة لها كلمة مقابل عكس تماما مثل عدنا white black أو بيكون الكلمة مثل عدنا كلمة happy سعيد نريد أن نقول حزين unhappy فقد نضع قبلها أن نسميها prefix يعني السابقة إذن نعرف النوع الأول بيكون كلمة وعكسها تماما كلمة مغايرة لها تماما أو بيكون الكلمة نضع قبلها حرف أو حرفين الأغلب بيكون عدنا حرفين نضعها قبل الكلمة تصبح العكس مثل كلمة happy مثل قول I am happy مثلا I am happy أنا سعيد أريد أن أقول أنا حزين I am unhappy أنا يعني غير سعيد بمعنى حزين أو ممكن أن أقول ساد I am sad أنا حزين رح نأخذ الكثير من الأمثلة من الأفضل حفظ هذه الكلمات وكتابتها في دفتر مخصص بالتالي أطور من مفرداتي باللغة الإنجليزية إذن when I say يعني عندما أقول yes I can say no بمكان أن أقول لا إذن yes الأبزيت عكسه بيكون no when I say stop عندما أقول شخص توقف stop ممكن أن أقول له go إذن انطلق أو ابدا when I say hi عالي I say no منخفض high low عندما أقول up opposite بيكون عكس down إذن أسفل إذن yes no stop go high low up down down fat thin fat سمين thin نحيف black أسود white أبيض smile يبتسم frown يعبس weak ضعيف ضعيف قوي left يسار right يمين إذن هذا النوع الأول بشرة بشكل صريح الكلمة ولها عكس لا نصع نضع قبلها حرفين لأعطي العكس بشرة الكلمة بشرة كلمة صريحة بنظر No Stop Go High Low Up Down فات ثن بلاك وايت سمايل فراون ويك سترونغ ليفت رايت نعيدة برة أخيرة يس نو ستوب غو هاي لو أب داون فات ثن بلاك وايت سمايل فراون ويك سترونغ ليفت رايت طبعا عدنا س مثل عدنا كلمة دي نايت دي نهار نايت ليل دائما الكلمة متهب اي وانفضها اي كلمة س دي وي ري بي اذا دائما اي وانفضها اي س دي وي ري بي ايضا ممكن اقول انا ضايع ما يعني انا ضايع لاحظة بترجمة لهذه الجملة انا ضايع يجي شخص يكتب انا اي ضايع لست وهذا خطأ لماذا لا يوجد فعل في هذه الجملة اذا لم يوجد هناك فعل بيكون عنده اذا الفعل فعل كون ام از ار اي تأخذ ام تصبح اي ام لست انا ضايع تختصر ايم دائما الاستخدام اللغة الانجليزية يختصرون بعض الكلمات مثل اي ام تصبح ايم ام لست ايم فاوند عكس لست ضايع فاوند موجود او غير ضايع رايت صحيح روند خاطئ لاحظ اذا كان عندنا دابليو ار الدابليو لا تلفظ مثل عندنا رايت لا نقول ببا رايت اذا روند هابي ساد هابي سعيد ساد حزين جيد باد سيء اذا لوس نحفظها ضايع فاوند موجود رايت صحيح روند خطأ ممكن شخص يحب يحفظ هذه الكلمات اذا لوسد فاوند رايت روند هابي ساد جود باد اذا هذا النوع الاول الكلمة وعكسها راح ناخذ النوع الثاني بيكون كلمة نضع قبلها حرفين يعطينا العكس نسميها برفيكسز اذا سابقات النوع الثاني الكلمة فقط نضع قبلها نسميها بريفيكس بيكون حرفين تعطينا العكس مثلا اللحظة الجملة الاولى يعني نبدأ من عنده فعل بالترجمة يساعد الشخص اللطيف او الودود other people الناس الاخرين اللحظ other people هذا الاس نسميه اس المفرد الغائب اذا كان الفاعل هي شيئت او اس مفرد اللحظ person شخص واحد نضع اس المفرد الغائب بالمضارع البسيط عكسها an unkind person hurts other people's feelings يجرح لاحظ يجرح الشخص السيء يعني الغير لطيف مشاعر الناس الاخرين لاحظ other people اذا اخرين نريد ان نضع ملكية هذه نسميها اس الملكية other people بس نضع apostrophe s feelings مشاعر الناس الاخرين ايضا هذه اس المفرد الغائب لاحظ بدأنا الجملة با طبعا لا يجب ان تكون حرف كبير بدأت الجملة دائما حرف كبير لاحظ وضعنا ان لماذا لان الكلمة تبدأ بحرف صوتي كما قلنا دائما اذا كانت الكلمة تبدأ بحرف صوتي o u e i a عند اذن نبدأ الكلمة بان ما عد ذلك نبدأها بان الحب يحفظ الله حفظ الصوتية o عندنا a i u e اذا kind and kind الجملة البعدة a tidy person likes things to be neat and clean يحب الشخص المرتب tidy بمعنى مرتب to be ان يكون to be دعنا نعرف احنا to be or not to be يعني تكون او لا تكون to be or not to be ان يكون لاحظتون ترجمة ان يكون need need بمعنى انيق ومرتب and clean ونظيف antidy عكسها نضع an untidy untidy غير مرتب فوضع يعني an untidy person leaves things in a mess يترك الشخص الغير مرتب الاشياء in a mess يعني في حالة فوضى نحفظها miss في حالة فوضى او فوضى فرق عن miss لاحظة هذه miss بين الكلمة الثانية miss miss بالكسر بالفتاح هذه معناته يشتاق او يفقد miss الثانية بمعنى فوضى لاحظ kind كما قلنا kind لطيف unkind غير لطيف يعني قاسي tidy مرتب untidy غير مرتب يعني فوضوي patient لاحظ ti لا نقول tint patent patient اذن patient صبور يعني شخص يصبر ايضا ممكن شخص يقول patient مريض صحيح اذا patient مريض وايضا صبور اذا كانت مريض معتو noun اسم اذا كانت صبور adjective اذا صف مثلا يقول i am patient انا صبور او i am a patient انا مريض اذا كي يعرفها مثلا شخص يقول كيف عرف متى عرف انه صبور ومتى عرف انه مريض مثلا يقول i am patient ti ننفضها ش i am a patient انا مريض لاحظ وضعنا ايه الايه هاي بمعنى واحد وتأتي قبل الاسم معاتو patient هنا مريض وليس صفة يعني صبور بين الاولى i am patient انا صبور يعني انا اكون صبور اللاحظ فقط وضعنا ان او وضعنا i am وحصلنا على العكس مثل كلمة polite مؤدب impolite غير مهذب او هذه ممكن نكتبها مهذب اذا سيء غير مهذب مشاكس اذا ممكن نقول مشاكس safe امن لاحظ safe امن وضعنا unsafe غير امن يعني مكان خطر مثلا possible ممكن لاحظ possible ممكن impossible غير ممكن يعني مستحيل نفس الكلمة فقط وضعنا قبلها m اذا لكي يحصل على العكس نضع قبل الكلمة un او i am من المهم جدا نحفظ هذه الكلمات لاحظ kind unkind tidy untidy patient impatient كما قلنا كيف يعرف اسم اللي صفة اذا وضعنا ا ما عطب بعدها اسم اذا هذه مريض i am a patient انا مريض at hospital مثلا في المشفى i am patient انا مريض اذا هذه صفة الصفة لا نضع قبلها polite يجب أن نشد على حرف p polite لا نقول polite polite مؤدب او مهذب مؤدب او مهذب impolite غير مهذب يعني مشاكس safe امن العكس unsafe ده نعرف هذه equal بمعنى يساوي اذا وضعنا un equal يعني غير مساوي او نسميه opposite اذا العكس possible ممكن impossible اذا غير ممكن يعني مستحيل i'm i'm usually ننفضها usually او usually i'm usually patient انا اكون عادة صبور i'm كما قلنا هي اختصار لي i am i'm usually patient i'm sometimes impatient انا اكون احيانا غير صبور اذا usually عادة او usually sometimes احيانا لاحظ ظرف هذا دايما الظرف في اعتباعات فعل الكون i'm patient تصبح i'm usually patient i'm impatient i'm sometimes impatient i'm sometimes impatient بهذا الشكل انا هنا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن opposite العكوس الكلمة وعكسها كما قلنا لدينا نوع من العكوس الكلمة لها عكس مباشر يعني كلمة اخرى مغايرة امان مختلفة او يكون نضع حرفين قبل الكلمة لنحصل على العكس بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لعيك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته